انسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلميذي الاعزاء ما زلنا معكم في سلسلة دروس حساب القرائن اليوم ان شاء الله بعد ما شفنا في الحصص السابقة قارنة الحموضة وقارنة الاسر اليوم باذن الله سنكون مع قارنة التصبن وقلنا لكم لكون فهم او لفهم قارنة الحموضة وقارنة الاسر قارنة التصبن ستكون بسيطة جدا نعيد تعريف قارنة الحموضة مش قلنا على قارنة الحموضة قلنا هي عدد الميلي جرامات من الكاواش اللازمة لتعديل او تصبن شكون الاحماض الدهنية الحرة فقط الموجودة في واحدة جرام اذا معناها قارنة الحموضة عندها علاقة او تحسب للاحماض الدهنية الحرة وفقط كي رحنا لقارنة الاسر واش قلنا هي عادة الميلي جرامات من الكاواش اللازمة لتصبن شكون الاحماض المرتبطة على شكل الاستر واش كونية مرتبطة على شكل الاستر قلنا الاحادية الجليسيريت ثونائية الجليسيريت او ثلاثية الجليسيريت معناها قارنة الاستر تحسب الا للمرتبطة فقط وبعدرنا خلاصة انه اذا اعطى لك مثلا ثلاثي او احادي او ثوناء يقولك احسب لي قارنة الحموضة واش قلنا عليها قلنا قارنة حموضة معدومة وقلنا العكس انتاحة انه قارنة الاستر كي يقول لك لديك حموض دهني حر احسب له قارنة الاستر واش قلنا عليه قلنا معدومة لانه استر مرتبط وليس حر والحمض دهني حر لذلك ما نحسب لإذية لكن تبعوا معي قارنة التصبون الين esse مش تقول يجب عدد الميلي peuvent من الكاواش اللازمة لتعديل شكون الاحماض الدهنية الحرة لحد الان وينراكم لحد الان هذا التعريف كنت توقفوا هنا الاحماض الدهنية الحرة مشي هذي هي ايلي ا نعم هذي هي الايلي ا انواصلوا وتصبن الاحماض المرتبطة على شكل اثر مشي هذي هي ايلي ا ا اذن قارينة التصبن عندها علاقة بالحرة وعندها علاه بالمرتبطة معناها يابد على عندك من حر بمجيزه ي حسبني قارينة تصبن يقول لك احسب لي قارينة التصبن عادي معناها لديك حمض دهني حمض الستياريك حمض اراشدونيك حمض اي اي Gothic ونقول لك احسب لي قارنة التصبن معناها قارينة تصبنه هي نفسها قارينة حموظته واسع نرا في تمرين فاح نشوف هذا المثال بعد قليل. الجزء اللي بعده هو تصبن الأحماض المرتبطة على شكل أسر. معنى هذو كنجيلي نقول لك لديك ثلاثي الجليسيريت ونسكت. اللي هو مثلا الثلاثي الستيارين ثلاثي كذا أو ثنائي أو أوحادي. نقول لك احسب لي قارنة التصبن. هذي ما شفتوك. ما عدنا الحرة ما عدناش. عدنا غير مرتبطة. إذن هذه قارنة تصبن هي نفسها قارنة الأسر. لكن يمكن أنني أقول لك لديك عين من زيت. فيها أحماض دهنية حرة بنسبة معينة. وفيها الثلاثي أو ثنائي أو أوحادي بنسبة معينة. نقول لك احسب لي قارنة تصبن. هنا ستكون جمع إلي أ زائد إلي أ. هذه هي إلي أس. إذن ذلك الآن كنا نحب نترجمها بصفاعة. ما بعد أن نحلوها مثيلة. إذن مدام قال لك هي عدد المقرامة من الكواش معناها هي إلي أ. إذن معناها أنتم عندكم آر سي واش. يقدر يكون مشبع يقدر يكون حر. وش يحتاج يحتاج كواش. هذا وش يكون هذا حمض دهني حر. وش يعطي لكم؟ يعطي لكم ملح زائد ما. إذن كنا نحب نجيبوا قارنة تصبون تاع الحمض الدهني الحر هذا. إذن وش نقولوا واحد مول من هذا الحمض. شحال تعطي لكم؟ أو شحال تطلب واحد مول من الكواش. الكتلة المولية لهذا الحمض الدهني. شحال تقابلك؟ تقابلك ستة وخمسين في عشرة قوة ثلاثة تاع الكواش. الموجودة في واحد قرام. وش تعطي لنا؟ تعطي لنا إلي أس انتع هذا الحمض. هذا نرمزوله بالآجي. إذن آجي. يسلزم من هذه العلاقة أنه إلي أس لهذا الحمض الدهني. وش يسوي لكم؟ يسوي لكم ستة وخمسين في عشرة قوة ثلاثة. ونقسموها على الكتلة المولية انتع الحمض الدهني. ونديروها في إيطار. هذه إلي أس انتع الحمض الدهني الحر. وهذه مش هي نفسها إلي أ. نعم هي نفسها إلي أ. أما بالنسبة لثلاثي أو للمرتبطة. هذا الحر. هذا الحمض الحر. أما المرتبطة. وش نعوضو؟ نقدر ندقو حادي ثنائي ثلاثي. وليكن كمثال ثنائي غليسيري. عندكم دي غليسيري. شحال يحتاج من الكاواش؟ يحتاج إلى ثنين كاواش. وش يعطي لكم؟ رح يعطي لكم كحول اللي هو غليسيرول زائد أملاح الصابون. إذن كي نحبو نخدمو. وش نقولو؟ نقولو لدينا أنه واحد مول من دي غليسيري. شحال يطلب؟ يطلب ثنين مول من الكاواش. الكتلة المولية انتع دي غليسيري. شحال تطلب? ثنين في ستة وخمسين في عشرة قوة ثلاثة. إذا كان عندكم ثلاثي تولي هنا ثلاثة وتتغيركم الكتلة المولية. إذا كان عندكم اوحادي تتغير تولي هنا يا واحد وهنا تولي كتلة المولية تاع اوحادي الجليسير. إذن بصفة عامة قارينة تصبون كيكون حمض دهني حر هايلك. كيكون غير المرتبط هايلك. وكيكونوا مع بعضهم نجمعهم. كيف تفهموها أكثر قارينة التصبون؟ شوفوا معي. مثال لديك هي حمض البالميتيك. شفناها في الحصة السابقة. تاع قارينة الحموضة. احسب قارينة التصبون لحمض البالميتيك. هي نفسها كيكون عندكم حمض البالميتيك واحده. هي نفسها قارينة الحموضة ولا ماشي نفسها. نفسها. راح نستنجو انه إيلي اس. انتع هذا الحمض هي نفسها إيلي آ. انتع الحمض الدهني الحر. ثانيا ثلاثي غليسيريت. عندكم ثلاثي غليسيريت تيجي. متجانس. يتكون من غليسيرول وثلاثة مول من حمض البالميتيك. معناها يعطيكم ثلاثي البالميتين. اكتب السيغة النصف مفاصلة لتيجي. احسب قارينة التصبون إيلي اس لتيجي. هنا يا هاي مشي شفناها في نفس السؤال في قارينة الأسر. إذا هذا هاي نحن نلقو نفس القيمة تاع قارينة الأسر. إذا نحن قوها بلي إيلي اس هي نفسها إيلي ا. لما تعلموا رتابطة. لكن السؤال الذي يهمني هنا السؤال الثالث. عينة من زيت. بها ستين بالمئة تريجي سيريت وربعين بالمئة من حمض البالميتيك. احسب قارينة التصبون إيلي اس لهذه العينة. الآن نبدأ. هذا نقول رقم واحد. الإجابة على واحد. إذا كي نجو نحسبو. إحنا قال لك احسب قارينة التصبون. إذا إحنا وش عدنا؟ عدنا هذا الحمض الدهني اللي هو سي آش ثلاثة سي آش ثنين أربعة عشر سي واش. إش حال يحتاج من الكاواش? يحتاج واحد. إذا وش رح يعطي لكم? رح يعطي لك سي آش ثلاثة سي آش ثنين أربعة عشر سيو ناقص كا فلوس. زائد ماذا؟ زائد الماء. القانون. إذن وش نقولوا واحد مول من هذا الحمض اللي هو الآش. إش حال يطل من الكاواش? واحد مول من الكاواش. إذن رحنا في العلاقة هذه اللي هو لا. إذن ما دمرا لهيه نطبقوا هذا. إذن أنا نجيب القانون باش نعودوه للمرة الثانية باش تفهموا أكثر. إذن الكتلة المولية انتع هذا الحمض الدهني تقابلكم ستة وخمسين في عشرة قوة لأس. ستة وخمسين هي الكتلة المولية تعال كاواش كما تعرف. الموجودة في واحد قرام. وش يقابل لي? يقابل لي. إذن نضوك الان باش نجيب إلي اس. وش يساوي? ستة وخمسين في عشرة قوة ثلاثة. ونقسمها على الكتلة المولية. انتع الحمض الدهني اللي هو نلقوها باللي هي ميتين وستة وخمسين. إذا نروحوا الآن نرمامو نعطوها لكم هنا يا. هاي لك الكتلة المولية انتع سي ستتاش آش ثلاثين وثلاثين أو ثلاثين. أنا باش مانضرش نحسبها تساوي لكم ميتين وستة وخمسين قرام بارمون. والكتلة المولية انتع التيجي اللي هي ثمنمية وستة قرام بارمون. هاي الكتلة المولية انتع التيجي. الان كي روحوا نعوضوا. ولي تطبيقوا عاددي. إلي اس. انتع من? انتع هذا الاجي تاع الحمض الدهني. هاي. وش يساوينا? يساوينا الى ستة وخمسين في عشرة قوة ثلاثة. ونقسموها على ميتين وستة وخمسين. هاي كي نحسبوها. نجيبوا القيام رهم محسوبين. راح نرقوها باللي هي ميتين وثمنتاش فاصل خمس وسبعين. هاي القيمة ماشي شفناها في الحصة السابقة. في الحصة الاولى تاع قارية الحموضة. ماشي شفناها? نعم. هاي شفناها في قارية الحموضة. اذا في هذه الحالة دوها كقاعدة. كيكون عندكم غير حموض البالميتيك او حمو اي حموض دهني حر. كي عندما يكون لديك حموض دهني حر فقط. معناها تولي عندك إلي اس هي نفسها إلي ا. بصح في هذه وش كون? كيكون عندك حالة حموض دهني حر فقط. اذا اي لي اس تسوينا اي لي ا. وشفناها سابق. واضح؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني. قال لك ثلاثي غليسيريد متجانس. يتكون من ثلاثة مول من حبض البالميتيك. اكتب السيغة النصف مفصلة. هذه كتبناها في الحصة السابقة ونعودوها الآن. اذا نجاوبوا هنا. ما نفاصوش صبر الوسطانية. لاننا نحتاجوها. اذا ثانيا. اثنين. وش عدنا? اثنين الف. وش عدنا? عندكم قال لكم الف. كتابة صيغة النصف مفصلة تأتيجي. اذا عندكم تأتيجي. بما انه يتكون من نفس الحمض. اللي هو حمض البالميتيك. اذا. سي اح دو او. سي او. سي اح اثنين اربعة عشر. سي اح تلاث. وهنا. كيف كيف. لانه لاش? لانه متجانسة. وهنا سي اح اثنين او. سي او. سي اح اثنين. اربعة عشر. سي اح تلاث. هنا كتبنا السؤال ألف السؤال بقى أحسب قارنة التصبن إيلي أس إذن ذوك الآن بحساب إيلي أس للتي جي بنفس القانون الآن ذوك الآن وش ألا عندكم؟ قال لك لديك ثلاثي القليسيد وحده إذن معناها نفس القانون إنتع قارنة الأسر اللي شفناه في الحصة السابقة إذن تما وش عدنا؟ عدنا تي جي شحال يحتاج من الكاواش؟ إذن يحتاج إلى ثلاثة كاواش علاش؟ لأنه عندك هنا وهنا وهنا إذن يحتاج إلى ثلاثة كاواش وش رح يعطي لكم؟ رح يعطي لكم لغليسيرول زائد أملح الصابون إذن وش رح نقوله؟ واحد مول شحال يقبلنا؟ واحد مول من التي جي شحال يقابلكم؟ ثلاثة مول من الكاواش الكتلة المولية تقابلكم 3 في 56 في 10 قوة 3 الموجودة في 1 قرام وش يقابلنا يقابلنا E ل S منتاع تي ج إذن من هذه العلاقة E ل S منتاع تي ج وش يسوي لكم 3 في 56 في 10 قوة 3 ونقسمها على 800 وش حال 800 و 6 اللي هي تعمل 806 تعال الكتلة المولية إذن رح نصيبوا باللي E ل S تا تي ج يسوي لكم اللي هي 208 فاصل 43 هذه القيمة مش شفناها في الحصار السابقة اللي هي نفسها قارينة والأستر نعم إذن في هذه الحالة إيلي أس تعال تي جي تعال المرتبط يسوي لك إيلي أ تعال تي جي في هذه الحالة وهذه الحالة وين نشوفوها في حالة وجود المرتبطة فقط شفتوا عندكم الحر فقط إيلي أس تسوي إيلي أ عندكم المرتبط فقط إيلي أس تسوي إيلي أ واضح؟ الآن صح قاع في الحالة الثالثة الحالة الثالثة أعطي لكم عينة فيها 60% تي جي وفيها 40% معناها عدنا قبيل كان عدنا حمض حر وحمض دوني حر واحده حسبناه عندكم مرتبط واحده حسبناه الآن عندكم الحر والمرتبط إذن كيفاش نحسبوه تبعوا معايا ما تروحوش بعيد إذن هذو القيم نحتاجهم أرى نحسبناه بصح لكن أنا نحذف بسكو باش نجاوب هنا في الصمور تمرين باش تفهموهم تلاميذي الأعزاء لازم تخدم وباش تفهم المجال تاعك أو أي مجال لازم تحاول وتخدم وتخدم ومكنش حاجة اسموها يأس لا تيأس ما تنجحش ومازال الوقت الوقت ومازال إذن الحالة الثالثة وش عطاننا عطاننا عينة وش في هذه العينة فيها 60% من التيجي و 40% من الأج اللي هو الحمض الدوني الحر حساب فيها الحمض الدوني الحر وفيها المرتبط إذن يساوي لكم إيلي آس من تاع الحمض الدوني بسح بشرط نضربوه في النسبة تاع التواجد تاعه اللي هي ربعين ونقسمها على مية زائد وش عندي عندي إيلي آس من تاع التيجي في النسبة تاعه اللي هي ستيل ونقسمها على مية ليكن في علمكم أنه أو في علمكم أنه هذا يمثلكم إيلي آ من تاع العينة هذه من تاع العينة وهذا يمثل إيلي أو من تاع العينة خلاص إذن هذا كامل يمثل إيلي آ تاع العينة وهذا كامل يمثلكم إيلي أو تاع العينة ما دفهمتوا هذا الشي فبANT 의�ي أس تاع العاجي حسبناه موبيل وعدنا القانون إيلي آس انتاع العينة وش يساوي إلي أستعى الآجي اللي هو 56 في 10 قوة 3 على الكتلة المولية نتعى الآجي اللي هي 256 256 في 40 ونقسمها على 100 زائد إلي أستعى تيجي اللي هو 3 في 56 في 10 قوة 3 ونقسمها على الكتلة المولية نتعى 806 ونضربها في 60 ونقسمها على 100 هذا رانا حاسبينه إحنا هذا رانا حاسبينه لقينه بلي 208 وهذا كذلك رانا حاسبينه لقينه بلي هو 218 إذا ممكن نحب نعوضه تولي عندكم هنا إلي أس متاع العينة وش يساوي لي هذا تلقوه بلي سبعة أو نحطوها اللي هي 218 فاصل شحال فاصل شحال قينها فاصل 75 في 40 ونقسمها على 100 زائد إلي أس اللي هي 208 فاصل 43 نضربها في 60 ونقسمها على 100 إذا تولي عندكم إلي أس وش يساوي تلقوها بلي هي 12.500 أو فاصل 55 وندروها في إيطار بصح هذي نتعمل نتعلى هي إذا هذه هي إلي أس هذه هي إلي أس إذا درنا حالة عندكم غير حمض القانون تحى خدمناه درنا حالة ثانية عندكم غير مرتبط درناها وقلنا هي نفسها إلي أ ومن بعد درنا حالة تعال عينة فيها المرتبط أو فيها الحر إذا وش درنا احنا عوضنا بالقانون تاعنا اللي هو هذا نارك علما أنه هذا هو إلي أ وهذا كامل هو إلي أ إذا ذوك الآن نخرج بخلاصة الخلاصة تاعنا ونفاصي ذلك هذا ما نحتاجهش الخلاصة تاعنا العلاقة بين إلي أس وإلي أ وإلي أ لحظة أنا ما حبيش المدها في الحصة الماضية في حالة قارينة الأسر لأنه مزلت ما قدمتلكمش إلي أ إذا عفوا إلي أس إذن احنا عندنا إلي أس وش قلنا عليه قارينة صبر عندها علاقة بالحر هي إذن هي نفسها إلي أ وعندها علاقة بالمرتبطة زائد إلي أ اللي هي قارينة الأسر هذا هو القانون انتع قارينة التصبر الآن نفرضه باللي عندكم إلي أ ما كانش عندكم غير المرتبطة إذن يقول لي عندكم إلي أ وش يساوي السفر في حالة إلي أ يساوي السفر مش هي إلي أس تساوي لكم إلي أ خلاص وهذه شفناها في المثال منذ قليل وفي حالة أنه عندكم غير المرتبطة فقط معنى همشي تولي هنا إلي أ تساوي إلي أس عفوا أو في حالة عندكم الآن إلي أ تساوي إلي أس إذن إلي أ شتما تساوي تساوي السفر إذن في هذه الحالة في حالة إلي أ تساوي إلي أس عفوا إلي أس يستلزم أنو E-A واش تساوي لنا السفر وهذا وقت اش تساوي لكم السفر تساوي السفر كيكون عندكم غير حرة فقط إذن كي تكون عندكم E-A تساوي E-A معناها عندكم هنا غير أحماض الدهنية الحرة إذن E-A حالتساوي لنا السفر وفي حالة E-A تساوي السفر معناها عدنا هنا غير مرتبطة هنا وجود المرتبطة فقط وهنا وجود أحماض حرة فقط إذن كيكون عندكم الأحماض الدهنية الحرة فقط إيلي أ تسوي السفر معنى إيلي أ تسوي إيلي أس وفي حالة وجود غير مرتبطة فقط معنى عدنا إيلي أ تسوي السفر إذن إيلي أس تسوي لكم إيلي أ وهو المطلوب إذن نضعكم الآن القرائن أمامكم ومزلت أدنى قارنة اليوت فقط قارنة اليو دميشي حاجة صعبة عندها علاقة بالروابط المضاعفة باش هكذا تقدروا تحلوا التمرين منتع الجزء الأول اللي هو البيبتي دات والجليسيري دات والقرائن بصفة عامة أنصحكم تلاميذي العزاء ما زلتم في بداية المشوار راكم ما زلتم في بداية المشوار متأجلوش العملتاكم لا تؤجلوا عملكم كثير التلاميذ راهم يقولوا ما زال الحال اللي راح يقول بلي ما زال الحال راه غال فما تسمعوش لي تلاميذ والله أي واحد يقولكم ما زال ما تبداش ما زال ما تبداش ما زال ما تبداش أبدأوا الآن تنجحوا بإذن الله نصيحتي لكم أقرأوا الآن تنجحوا بإذن الله تتعبوا وتصهروا وستنجحون بإذن الله وبشعار العلامة الكاملة إن شاء الله سلام ترجمة نانسي قنقر